اشتركوا في القناة الهجمات الدامية التي رفكت و تغفك لسؤال الخاز عملية السلام في المنطقة اولا اريد ان اقول شيئا وهو المفاجأة الصر التي وقع في صباح اليوم حينما قالوا لي ان الاستجواب سيكون بالعربية وهذا دلي ربما اقوى دلي على ان الروابط الثقافية وهي الروابط وهي الروابط التي يمكنها ان تربطها بين الشعوب ان تلك الروابط الثقافية لازلت موجودة بين العرب وبين اسرائيل وكما تعلم العنصر البشري واصلته وعروق تاريخه هي العناصر الاساسية التي يبنى عليها كل سلم شامل دائم مفتوح ومستميل موسيقى الاحباد التي وقعت في تلابيب لم تكن لتفاجئا لانني مررت منذ صغر سني مررت بطرق التاريخ وصعوبات التاريخ وكذلك الصعوبات التي تصاحب وتواكب كل شخص اراد ان ينال هدفا نبيلا وشريفا والسلم هو انبل هدف واشرف هدف فكنت انتظر ان يجد مصار السلام خصوم في طريقه غير ان هذا التوقع لا ينقص شيئا من تأطر لما وقع في تلابيب لان مرة اخرى الابرياء هم الذين يدفعون التمث وهذه الجريمة اعتبرها جريمة لا فحق الابرياء بل جريمة بالنسبة للسلام وهذا هو الجانب الذي يجب ان نركز عليه بمعنى اننا يجب علينا ان نجعل عملية السلام في مأمنين من جميع المخاطر التي من شأنها ان تؤددها ساحب الجلالة كيف يمكن في رايوكم التعامل مع زهيرة الانف الذي يحصل في المنطقة هناك تدابير وقائية اتركها للمختصين فيما يخص مقاومة العنف لا من هناك لا من جانب الفلسطينيين ولا من جانب الإسرائيليين ولكن كرجل سياسي اعتبر اننا الان في سباقين ضد الزمن مقاومة العنف مقاومة العنف مقاومة العنف ان يجب الجسر الذي عليه سيبنون السلام دون التفاتة الى الماضي علينا اذا ان نحفظ عملية السلام ان تخذ لها الوقاية التي تحنية وقت 58 بتيالي كانت ذكرتم جلالاتكم امكانية الدمام الاسرائيل الى جامعة الدول الارغبية الفكرة ميسا متخوخة اليوم انا داك كنت وليا للعهد ولم اكن مسؤولا مباشرة ومشأتني هذه الفكرة ونفي زيارة خاصة إلى لبنان ولكن الامتحدة بقبول بالطبع وكان ربما حملها المجتمعون لا على البسط ولكن ربما حملها على أنني لازلت شابا غير واعين وغير عارفين بما يمكن أن يكون ولكن لازلت أقول أن كان العرب آنذاك إقبالوا الإسرائيل الجامعة العربية وكانوا يفروا أولا الأرض إن منذ 58 دعت لهم أراضي كثيرة وضعت لهم أرواح كثيرة ووقعوا في خسائر كثيرة فكانوا يفروا الوقت يفروا المفاوضة الطويلة لاسترجاع الأرض كانوا يفروا الكثير والكثير ولكن التاريخ لا يعاد على ورخة مكتوبة كما يفعل ذلك المولد للأسف جلالة الملك بالنسبة للألاكات الصناعية بين المملكة المنغربية وإسرائيل إمتى ممكن نتوكى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من مكاتب اتسال حاليا إلى سفرات مثلا إمتى ممكن تبدأ رحلات تيران مباشرة بين الدار البيدار وبين تلعبين إمتى ممكن يتم توقيع اتفاقيات تجارية وأخرى بين البلدين هو لن مكاتب اتصال لأي سفرات التمثيل ما عنداش ستاتي ستاتي ديبلومادي ودول مطرف بلا اتفاقية لهاي ولا اتفاقية ديورك ولكن وقع المغرب الورعة المغرب ولا خاص إنه البلد العربي الوحيد اللي عنده جارية تفوق ثمية تلف يهودي من أصل مغربي وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسرحوا منها الإنسان فبنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة ولا زالوا مغاربة لأسباب كثيرة لا قانونيين فقط ولكن لا زالت عندهم علاقة وطيبة عائلية دينية تجارية مع دويهم وأقاربهم في مغرب ولم نحبس قط أحدا عن زيارة إما قبر أبيه أو زيارة شقيق الله أو عمي الله بل هنا دائما فاتح أبواب للمغاربة هذو أعتبرهم أبنائي ولهم الآن قطنين في في إسرائيل فصلة الرحيم من أوجب الواجبات في الإسلام ولم يكن أن أقطع الرحيم بين هذا وذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بصلة الرحيم وأنا سليل النبي صلى الله عليه وسلم رسولي وسيدي فقبت لك الوضع المغربي من سبل الدول العربية مدخص لأن الناجر يمهم فكان من الواجب علينا أن نرعى مصالحها لا على المستوى الديبلوماسي ولكن في هذه المرحلة على مستوى مكاتب وبنسبة للتكادم في اللي بيسمى اليوم تتبيع علاكات بين إسرائيل والمغربي مما لا شكا فيه أن المسلسل اللي احنا ماشيين فيه اللي ماشي فيه قضية السلام سوف يؤدي إلى التطبيع لأنه كما يقول مثل الأوروبي النهر لا يرجع إلى المنهج النهر يسير التاريخ مثل النهر ولكن في هذا الباب لا يمكن أن نعرف أنه فيك توقيتاً زمنياً مضبوطاً ما لا شكرا فيه أن وإذا كان المغربي يعتبر إنصراً أساسياً لرعاية عملية السلام يجب أن لا يكون لا متسرعاً هناك ولا متقاعساً وانترق متأخراً هناك يجب أن يكون وسطاً دائماً يزن الأمور كما يقول لنين في بعض الأحيال يجب أن توزن الاختيارات ببيضة النمل وهذا ما جعل وليا الحمد أن المغرب قام بما قام به وحافظ مع ذلك على احترام أشقائه العرب وعلى احترام الإسرائيليين وعلى احترام عدة الدول في العالم فلتترك هذه المسألة للظروف أولاً ولتقييم الوقت عين مننا أن الهدف واضح والمستقبل كذلك واضح يا مولاي ما هو سر الألاكة الخاصة المميزة بين الجالية اليهودية والأسرة العلوية بسبب واحد السبب هو أنه يعتبر المغاربة كانوا مسلمين أو يهودين يعتبر أن أنفسهم مواطنين ولم يتأخر أي فريق سواء يهود أو مسلم لم يتأخر عن أداء واجبي بالنسبة لبلد ثانياً إن إمارة الممينين التي هي الآن موجودة في المغرب منذ مولاي إدريس رضي الله عنه هذه 1200 سنة تجعل في عنق أمين الممين لا أقول الحماية لا لا أقول الحماية تجعل في عنقه أنه يصهر رغم فوارق الدين والملة على كل إنسان يعيش فوق الترابي ثانياً كما تعلم انسهر المسلمون واليهود في محنة واحدة حينما كنا في الأندلس وخرج المسلمون واليهود من الأندلس فلم نخرج متفرقين خرجنا دفعتنا واحدة واحداً يشد في يد أخي وحينما رجعنا إلى المغرب أولئك الذين كانوا في الأندلس جلالة الملك ناس عندنا بتتسأل أمتى يخينوا الوقت لزيارة جلالتكم للكدس الشريف بعد الزيارات المتعددة التي قام بها إسحاق ربيل وغيره من الكادة الإسرائيليين إلى المغربين الله تعلم أنني زيادتنا على أنني رجل روحاني كثير وأعتبر أن أحسن يوم بعد الحج وزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القدس لا يجد فيها الإنسان الروحاني إلا أحسن ما يمكن أن ينشده في حياتي زيادتنا على هذا أنني لي اليقين أن الشعب الإسرائيلي حينما أزور سيقابلني بإناق كبير وبفرح شديد لا شك إنما كما يقول المثل العربي أمور بمواقيتها وحينما ياتي الزمن وأرجو أن يكون هذا في أقرب أقتنوكي سأقوم بتلك زيارة راجيا أن يتم حلو مشكلة القدس الموضوع الآن على أحسن ما كما تعلم أنا رئيس لجنة القدس ولكن رئاسة هنا لا تعني القرار تعني إدارة للجنة ولجنة القدس ليست مركبة فقط من عرب مختلفة المسلمين من جميع الحق لا يعلم فلذا أقول لك نظريتي خاصة أعتبروا شخصي أن قضية القدس يجب أن تطرح في آخر المطار من المسلسل السنة حتى لا نخلط جانب ديني بجانب فيه بسيلا المؤخذة هي متروحة اليوم بسبب الإعلان الإسرائيلي الاتفاق الإسرائيلي الأردني بسبب نوع من التنافس بين الفلسطينيين والأردنيين على الماكنة المكادسة ولكن هذا النزال الثاني لا يهم السيادة على القدس يهم التكليف بالأماكن المقدسة أو رعاية الأماكن المقدسة وهذا أعتبره خصاما تنائيات تانوي بالنسبة للمشكلة تكون ما هو موقف جلالاتكم من الكاولو من الفكرة أن السيادة في القدس لازم تكون لتعلق والمفروض الاتفاق على سيرة مشتركة إسلامية يهودية نسيقية لإدارة الماكن المكادسة لسلاسل الاتفاق كل ترحم كل ترحم وكل خيال يمكننا من الخروج من الحالة التي نحن فيها بلا وضعين أحسن يساوي بين ديانات ويأخذ بعين الاعتبار الحساسيات القوميات ويساوي بين الجميع كل حل وكل خيال نرمي إلى هذا أنا مستعد أنظر فيه بإيمان وبإيمان ختاما جلالة المالك هل عندكم كلمة تتوجهون بها إلى المشاهدين الكسيرون عندنا خصوصا اليهود المغربة الموجودين عندنا في الستوديو بالأدس يستمين هذه المؤابلة هل أي كلمة للختام؟ أقول لهم لو لم نكن في مسلسل السلام لما كانت لهذه المناسبة لأن أخافظ الإسرائيليين سواء أبنائنا الذين أمي أصنعون في المغرب أو غيرهم إذن هذا السلم أو مسلسل السلام هو الذي فتح لنا هذه الخنات للتواصل والاقتصاد فلنسير إذن في هذه الطريق وفي هذا السبيل حتى لا نحتاجها إلى التليفزيون لنتعرف ونتذاكر بل لنتذاكر ونتواجه ونناقش ونتذاكر بعض مرة بحدة وبعض مرة بلين ولكن بكفية مباشرة علما أننا رغم البعد ورغم المسافة كلنا يد في يد من إسعاد البشرية ولرفع كلمة أبناء الديانة المرسلة الديانة اليهودية والمسيحية الإسلامية التي كلها منبتقة مع الجدين جميعا إبراهيم ترجمة نانسيحة الإسلامية ترجمة نانسيحة الإسلامية ترجمة نانسيحة الإسلامية ترجمة نانسيحة الإسلامية ترجمة نانسيحة الإسلامية